بلاغ عاجل جامعة فوزي لقجع تصدر هذا البلاغ المفاجئ عن استدعاء إبراهيم دياز للمنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة موقع البطولة المغربي أكد اليوم من مصادر موسوقة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن النجم إبراهيم دياز نجم نادي ريال مدريد اختار بشكل رسمي تمثيل المنتخب المغربي وأكد موقع البطولة من مصادر موسوقة داخل جامعة لقجع أن عدم استدعاء إبراهيم دياز للمنتخب المغربي خلال هذا التوقف الدولي جاء بسبب إجراءات إدارية بشأن جواز صفر اللاعب ومن المتوقع أن يكون إبراهيم دياز متواجد مع المنتخب المغربي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في نهاية الأمر إبراهيم دياز موهبة كبيرة جدا وسيمثل إضافة للمنتخب المغربي خلال بطولة كأن قد بوار القادمة إبراهيم دياز في مركز صانع الألعاب في الجبهة اليمنى حكيم زياش في الجبهة اليسرى عبد الصمد الزلزولي والمهادم الصريح للمنتخب المغربي يوسف النصيري أسطر يا سطار على أي دفاع لأي منتخب مشارك في بطولة الأمم الإفريقية مهما كان قوة وصلابة هذا الدفاع من شراصة وجبروت هذا الهجوم المغربي الكبير ترجمة نانسي قنقر